حياكم الله في حلقة استثنائية وسريعة عن الأربع عندي المتأهلة لدور الثمانية من دور الأبطال اللي هما الستي ريال مدريد باريس وباير ميونخ راح نتكلم بشكل سريع ونقاط وكانت واضحة في هذه المباريات ما عدا مباراة ريال مدريد ولايبزيك نتكلم عنها بشكل تفصيلي بسبب السوء اللي قدمه كارلو انشروتي في هذه المباراة المباراة الأولى كانت ما بين سوسيداد وباريس سان جرمان وحنتوقعنا مباراة صعبة سوسيداد متصدر مجموعة كان فيها انتر ميلا لكن لما لاحظنا آخر 11 مباراة لهذا الفريق ما فاز إلا مرتين وحتى المعدل التهديفي كان ضعيف جدا وبلغة الأهداف المتوقعة لهو الـ XG ريال سوسيداد ما قدر يوصل لمعدل هدفين في المباراة الوحدة هل هي فورمت كوبو هل هي فورمت أوير زبال يقال أن الفريق فقد نسق الضغط العالي اللي كان دايما يكسب الكرات في منطقة خصمة ويسجل أهداف عن طريق التحولات الهجومية في مسافة قصيرة من الضغيب عندك حدة الضغط العالي رح ينكشف دفاعك اللي رح يلعب بشكل عالي ويضرب في الكرات المرتدة اللي استغلها كليان مبابي كليان مبابي مع باريس يمر بفورمة عظيمة ممتازة معدل تهديفي أيضا خرافي وتشعر أن باريس هذا الموسم بعيد عن أي ضغط علامي في السنوات الأخيرة لما كان عندك نايمار ميسي مبابي كل الإعلام يتكلم أنه لازم يفوزون بالشامز ليك وهذا الفريق لازم كل مباراة يقدم لك متعة وأهداف وأداء مثالي لكن الواقع يقول أن هذا الثلاثي من دون كرة دفاعيا سيء خارج المنظومة الدفاعية وباريس على مستوى التنظيم والاتزان كان فاقد الشيء الكثير لكن باريس هذا الموسم مع لاعبين شباب مو نجوم يبي يثبتون نجوم يبي يثبتون نفسهم تشعر أن الكل يجري الكل يخدم المنظومة وبالنهاية اللعب على كليان مبابي تشعر أن مبابي صار هو النجم ما في أي لاعب آخر في باريس ينافس على هذه النجومية في الموسم السابقة كنا نشعر أن هناك انقسامات من هو نجم باريس؟ هل هو ميسي بتاريخ العظيم؟ هل هو مبابي اللي يحافظون عليه كأيقونة؟ ولا هو نايمار اللاعب المهاري؟ كان في وضع مزعج في باريس البيئة غير صحية لكرة القدم هذا الموسم لا الكل يعمل حتى مبابي يتوج هذا العمل وشفنا أهداف ضد رياسوسيداد شون يتحرك في المساحة يستخدم مهارته يسجل هدف هدفين كان حاسب في مبارة الذهاب ومبارة الإياب تشعر أنه مستوى طاغي على لاعبي رياسوسيداد ومعه مجموعة من الشبان تشوف لاعب اسمه باركولا جناح فرنسي هو مو نجم هو بيصير نجم فبالتالي يخدم المنظومة تشوف لاعب اللي هو زائر أمري في خط الوسط نفس الموضوع قلب دفاع برازيلي شاب اللي هو لوكاس تشعر أنه يريد أن يكون خليفة ماركينيوس بهذا الفريق إذن مجموعة شابة مع مدرب يعرف دول أبطال اللي هو لويس الريكي قدر باريس يعدي رياسوسيداد وبصراحة بأفضلية مطلقة في الذهاب وفي الأيام المبارات الثانية بايرم يونيخ ولاتسيو الذهاب لاتسيو فازه 1-0 وأنا عندي ملاحظات على هذه المباراة بايرم يونيخ ما قدر يسدد ولا تزديده على مرمى الحارس بروفوديل لاتسيو لعب مع أسوأ نسخة من بايرم يونيخ وتخيل مهدد بالإقالة والفريق مفكك لا هجوميا ولا دفاعيا مشكلتي في هذه المباراة أن بعد طرد أوباميكانو لاتسيو ما استغل كأنه مصدوم مو متوقع أنه يتقدم على بايرم يونيخ مو متوقع أن بايرم يونيخ يظهر بهذا السوء لو فريق ثاني عند الجرأة الهجومية ممكن يسجل على بايرم يونيخ 2-0 ويروح ملعب اليانز وهو نوعا ما مرتاح لكن لاتسيو ضيع هذه الفرصة في مباراة الإياب مستحيل بايرم يونيخ يكون نفسه الذهاب وبالتالي لعب مباراة نوعا ما في أول ربع ساعة لاتسيو كان مرتاح قالها ساري بالمؤتمر بعد المباراة أننا في أول ربع ساعة لمسة لمستين ثلاث عادي نوصل مناطق بايرم يونيخ لكن مشكلتنا بالثلث الأخير مو عارفيني شون نخلق فرصة حقيقية باستثناء كرة إيموبيلي الخطرة بايرم يونيخ بعد أول ربع ساعة نوعا ما وجد نفسه بصراحة فكرة أن توماس مولال يلعب بالقرب من هاركين كعمق هجومي كانت ممتازة بافلوفيتش في خط النص تشعر أن أعطى توازن مع غوريتسكا وبالتالي بايرم يونيخ عارف شون يطلع من ملاطقه بشكل صحيح لاتسو مو الفريق القوي اللي ممكن يهدد بايرم يونيخ لاتسو يمر بمشاكل كبيرة لوتيتو مع ساري ساري مع اللاعبين السوق السوق كان من أسوأ اللاعبين اللي وصلوا للااتسو فمثلا لما يوصل للاعب مثل كامادا لاتسو مو بحاجة هذا اللاعب وساري ما طلبه بالاسم لاعب مثل إزاكسين ما في بديل حق إيموبيلي مهاجم اللي هو كاسيانوس عنده هدفين فقط في الدوري ما حسنوا جودة الأظهرة معلومة مني لاتسو يملك أسوأ أظهرة يمكن على مستوى أوروبا ماروسيج صفر أسست فليقريني صفر أسست هساي صفر أسست أظهرة فقط من التزمين دفاعيا فبايرم يونيخ كان يحتاج فقط هدف واحد حتى يطلع لاتسو من جو المباراة لاتسو خبرة لاعبين ما يملكون هذه الثقافة وشخصية الفريق نوعا ما راح تنهار مع أول هدف وهذا اللي صار مع هدف هاريكين وبعده هدف توماس مولار إلى أن خلص أفلت منهم المباراة جودة اللاعبين تفرق مهما كان بايرم يونيخ سيء لكن فيه كوالة اللاعبين لما تشوف جمال موسيالة لوروي ساني طريقة سرعتهم على الأطراف لما يلعبون واحد ضد واحد لا لا واضح أن الإمكانيات فارقة ثم هاريكين لازم نوقف عند هاريكين هذا اللاعب اللي حطوا عليه ضغط إعلامي حاليا أنه هو اللاعب المنحوس وهو اللاعب اللي ما فاز مع توتنهام وما راح يفوز مع بايرم يونيخ تخيلونا هاريكين يحقق أرقام تهديفية خرافية مستوى ممتاز يعمل خارج البوكس صانع اللاعب ويسجل أهداف المشكلة مو بهاريكين المشكلة في بايرم يونيخ هذا الموسم أن الفريق مع تخيل غير متزن نحن كمان تابع البوندزيقة بشكل كبير لكن النتائج تفرض نفسها حتى بايرم يونيخ لحد الآن في دولة الأبطال ما كان مقنع بشكل كبير فهاريكين إذا ما فاز ببطولة هذا الموسم راح يفوز الموسم اللي بعده ففعلا هذا اللاعب بدأ يعني الإعلام يتكلم عنه بشكل صراحة مجحف فبايرم يونيخ برد لاتسيو احنا كنا نسميها السيء والأسوأ وبايرم يونيخ اللي كان سيء في الذهاب قدر في الإياب أن يحسن صوته في بعض اختيارات اللاعبين وقدر يتجاوز لاتسيو المنهار لاتسيو اللي حاليا في الدوري بعيد كل البعد حتى عن التأهل لدولة الأبطال نزين السيتي يعني السيتي مع كوبنهاقين شكرا كوبنهاقين قدمت ملحمة في المجموعات قدرتوا تتأهلون على حساب مانشستر على حساب قلت أسراي قدرتوا تتسجون على السيتي ذهاب وأياب لكن رحم الله امرن عرف قدره نفسه مستحيل جودة السيتي يعني فارقه وفريقي يبحث على البطولة شكرا كوبنهاقين وما رح نطلب منكم أكثر تأهل متوقع ومستحق وكان ممكن يصير أكثر مع كوالة اللاعبين فالسيتي فعلية ترى لحما لعب دولة الأبطال لا مجموعة كانت صعبة ولا دور الستعش كان صعب فالبداية الحقيقية رح تكون من دور الثمانية والسيتي المفروض أن أقل شي يكون سيميفاينل خلاص ثقافة البطولة التجربة الخبرة صارت موجودة في هذا الفريق خلت أتكلم عن مبارات ريال مدريد وليبزيك وكلنا من التفقين أن ريال مدريد مع كارلو أنشلوتي قدم واحدة من أسوأ المباريات حرفيا قبح كروي أنا عندي بعض الملاحظات اللي فعلا كانت مزعجة أول شي اختيار كارلو أنشلوتي دفاع منخفض أن يلعب بلوك منخفض وينتظر لايبزيك في مناطق ريال مدريد ما يمثل لا هوية ريال مدريد ولا القدرات الفردية عند اللاعبين النقطة الثانية لما خلي ثلاث لعبين ارتكاز في ريال مدريد أنت حجمت أدوار كامافينغا وشوامني لأن توني كروس كان دورا واضح لاعب رقم ستة يستلم يحاول أنه يستهلك أكبر وقت بتكسير الرتم والاستحواذ وهو يتحكم في نسق المباراة ويلعب كرات طولية سواء ليفنيسس عليسار أو بالفيردي على اليمين نزيل شو كان دور كامافينغا وشوامني غير أنه فقط هو من التزمين دفاعيا هذا أي لاعب ممكن يأدي هذا الدور أرجع بالفيردي بكل بساطة النقطة الثالثة وهي المفصلية والمهمة دور بلينجهام أنت مخلي أفضل صانع لعب حاليا في العالم يستلم من نص الملعب صناعة لعب عنده لمسات أبداعية لما يأتي من النص ويدخل منطقة ثمانتعش فهو يكون سفاح في الكرات العالية أو في التسجيل عموما خليته رأس حربة وهمي لا مع الكرة قادر أنه يستلم أو توصل للكرات ودفاعيا مو قادر لهو بالنهاية مو لاعب دفاعي أنه يضغط في مناطق عالية استهلكته لعبته غير هويته فأنت خسرت لاعب بقيمة بلينجهام لكن المشكلة كانت أن ريال مديد تقرر في الشوت الأول مع كارلو أنشروتي أني أنا ما أصعد مناطق عالية إذا كسبت الكرة فقط أبي استحوذ في منطقتي واستهلك أكبر وقت ممكن وسير المباراة وأطلع بقل أضرار وهذا الشي ما صار يعني أنت لا هجوميا كنت جيد ولا كنت أساسا دفاعية مميز لما أتذكر أنه في ثلاث كرات حق أوبندا خطيرة على مرمى الحارس لونين لما أتذكر أن لايبزيك وهو من سيطر على نص الملعب مع هايدرا وأيضا تحركات أوبندا وروم على الجهة اليسرى الظاهير الأيسار أشوف أنه في مشكلة لما أشوف أنه تشابي سيمونز وداني أولمود دائما يستلمون في ظهر شوامني أشعر أنه ريال مديد عنده خلل حتى في تركيبة اللاعبين أنك تحط خمس لاعبين نص في التشكيلة وأدوارهم نوعا ما مواضحة هذا أمر محير الوحيد اللي كان دوره واضح توني كروس كلاعب رقم 6 فني يلعب كرات طولية وهو يرتب لك نص الملعب لكن لا فالفيردي على اليمين قدر يؤدي أدواره نفس قبل موسمين فينيسيوس دائما معزول لأن مندي ملتزم دفاعيا ومو قاعد يصعد مناطق عالية ويساعد فينيسيوس ريال مديد اختار هذا النهج النهج الدفاعي لكن بصراحة أظهر الفريق بشكل سيء تعالوا لخوا نشوف شوط ثاني التحسينات اللي صارت لما يطلع كامافينجا اللي احنا قلنا ما لدور أساسا هجومي أو حتى ما لكان لدوره في نص الملعب نزل رودريغو لاعب جناح حقيقي لكن الأهم اني أنا رجعت بلينجهام لصناعة اللعب من الثلث الثاني وبالتالي لما يستلم يكون عنده نظرة يشوف زملاءه يقدر يتحرك يمينه يسارب بكل أريحية ووصل الهدف بماركة بلينجهام صناعة اللعب من عمق الملعب ما بين الخطوط استلم وتمريره إلى فينيسيوس وكان واحد من أجمل الأهداف لأن هذا دور بلينجهام الحقيقي متعزلة كأنه رأس حربة مكان خسيله عموما لما نزل رودريغو صار في توازن نوعا ما كتلة اللعب مو بس على فينيسيوس صار عندي جناح مثل فينيسيوس لكن أيضا عندي جناح آخر يجري يستغل المساحات في الجهة اليمنى اللي هو رودريغو كل لاعب في مركزها الحقيقي رجع فالبيردي لخط النص لكن ليش ريال مدريد استمر بنفس السوق لأنه ما زال متمركز في منطقته لأنه ما زال يفكر في استهلاك الوقت لأنه قرر أنه يخطف هدف ويسير المباراة بشكل بصير لكن هذا الشيء ما يليق في ريال مدريد ولا يليق بالإمكانيات ولا يليق بالمساحات يتركها نادي لايبزيك وبالتالي لما وصل هدف التعادل عن طريق طبعا الكابتن الأربان هنا صارت فيه مشكلة عن كارلو أنشروتي هل أسجل الثاني ولا أحافظ على نسجة واحد واحد فصارت العشوائية فلو بنلخص أخطاء ريال مدريد في هذه المباراة اختيار مناطق الضغط لكارلو أنشروتي اختار مناطق دفاعية دور بلينج هام كرأس حربة وهمي من أفشل ما يكون وضع ثلاثة ارتكاز نوعا ما كلهم يحبذون أنهما يستلمون الكرات ويطلعون فيها توني كروس كاما فينجا تشوامني تشعر أنه كان فيه عددية زايدة الأمر الآخر فالبيردي على الطرف الأيمن يعني أوكي كان مجتهد نوعا ما مع كربخال بس دفاعيا شاهدنا الجهة اليسرى يعني الجهة اللي فيها فالبيردي وكربخال دفاعيا بصراحة تركه تركه مساحات كبيرة فكمية أخطاء متتالية كمية أخطاء عشوائية بكل بساطة رأس حربة أو يعني خسيله رأس حربة أو جناحين ودريق وفينيسوس وتحته بلينجهام وصلى الله وبارك ريال مدريد مستحيل يلعب دور الثمانية بنفس هذه الأفكار مستحيل يلعب دور الثمانية بنفس السوق اللي اللعب فيه ضد لايبزيك لكن ممكن قول ظروف مارات الذهاب واختيارات كارلو أشلوتي اللي المفروض تعلم منها كانت حلقة سريعة خفيفة نتكلم فيها عن الأربع المتأهلين الأسبوع القادم بإذن الله بعد ما نشوف انتر ميلانو وثلاثة كومدريد بعد ما نشوف برشونو نابولي ممكن نتكلم أيضا في الأربع المتأهلين ويكتمل النصاب عندنا بثمان أندية ونشوفكم على خير بحلقات قادمة